موسيقى موسيقى براند داشا فاشون براند داشا فاشون هو براند كاجول حريم فكرة ان هو كاجول هو كاجول حريم فكرة البرنامج فكرة البراند طبعا احنا طبعا جروب ما شاء الله كبير محترم ده جروب على الفيسبوك لا انا بقى بختلف معك هو مش اونلاين لا هو الونلاين تكملة للجروب نفسه هو على قد الواقع سنتر ومشاء الله ليه مكانة في مصر والعالم العربي كله تقريبا وكمان برى مصر كمان او برى العالم العربي هو براند موجود بالفعل وبرضو شغالين بالجزء اللي هو الونلاين يعني تقدر تشتغلك كده او كده الحابب يتصل معاكو في الاماكن بتاعتكو بيقدر يحلها والاماكن برضو تظهر معنا على شاشة الحابب يروح اي فرع من الفروع لكو فرع فين وفين وداشا فاشونج فرع في الحسين وفرع في بنها فرع في الحسين وفرع في بنها غير بقى الجروب وشغل الونلاين او غير شغل الونلاين احنا كنا بنتكلم على ان الناس دلوقتي بتتجه للونلاين اكتر من الاول شوية شريحة كبيرة جدا من العالم مش مصر فقط يعني العالم اجمع هو بيتجه دلوقتي للونلاين للونلاين بالضبط كده حاببين نعرف بقى يعني ايه داشا داشا فاشون جات منين كمسمى هو داشا الاسم بيرجع كذا معنا المعنى اللي يشد اكتر ان هو بيرتبط بالفاشون بتاعنا المرأة القوية الجريئة زو الشخصية القيادية فمتماشي جدا مع اي حد بيحب يلبس كويس بيحب عنده ثقة بنفسه كويس قوي طبيعي اي حد مش متوقف بقى على ستة وراجل انت وانت خارج من البيت ايه اللي بيدي لك ثقة بنفسك اكتر اول حاجة ان انا اكون لبس كويس لبس حاجة يعني لايق علي تشد الوانها فيها يعني التوازن في الو في الاخر انيقة انيقة ايا كان المسمى دايما طبعا ايه الانحياز لجزء طبعا هم يحب يلبسه ويحب ياخده وقتهم يحب كل حاجة مظبوطة كل حاجة دي حقيقة كمان وعايزة تغير كل شوية ومش عايزة تلبس بتاع الاسبوع اللي فات وبتاع اول انبارح ولا خرجت به قبل كده لا تخرجش به مرة كمان فلازم ايه يغيره دايما وده اللي تلينا ليه اخترته الكاشف ازاي او ليه تخلصه الكاشف هو زي ما قلت لحضرتك هو تيبا جروب مكون من برندات ما شاء الله يعني اللهم بارك عليهم في عندك تيبا فاشون تيج فاشون جونا جونا فاشون دايشا كاسل جانا فاشون ايجيبت ستور ونايل ستور المجموعة دي مجموعة تيبا جروب انت جزء منها او دايشا فاشون طبعا احنا طيبة ما شاء الله دخلها كل بيت تقريبا بكل مجموعتها بكل برنداتها تمام كده ايه اللي ينقص بقى الست انها تبان كمان في برة الكاجول تمام كده فكملنا كل بقى المجموعة كلها بالكاجول بالضبط كده الكاجول طبعا كل بنات وكل بنته تحب تلبس البنات والحريم من الكبار كمان مش بنات بس يعني بيخدم كل الفئة كل الفئة او بكل الاعمار وحتة كل الاعمار دي بقى انا عايز اركز فيها بصراحة يعني بزعل قول الست اللي تقول ايه لا انا سني ما يسمحش ان انا ألبس اللون ده انا سني ما يسمحش ان انا ألبس الموديل ده لا 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 حقيقية بجد انا بزعل جدا البسي اه ما تلبسيش الوان بشعة بسي ولكن حاولي تفرحي حاولي تبتهي يعني ليه ليه تخنوقي نفسك في الغوامن اه انا ممكن ألبس غامن البسي بس مش معنى كده ان حياتي كلها تبقى غامنة لا البسي الوان تانية اه بزرط كده انتي عندك انا ممكن النهاردة ابقى كلاسيك البس تيير وانا بحب لبس التاييرات جدا بس تلاقيني تاني يوم بنت بسنة عشرين سنة يعني النهاردة تلاقيني تيتا بكرة تلاقيني بنتي الصغيرة ما داي خلي الناس تسأل او تحب تعرف هل بقى متوفر فينا بيك سايز المقاسات الكبيرة ايه ده متوفر ومتاح انها تشوف موديل ممكن ألوان مبهجة شكله حلو عجبها بس مشكلة في المقاس المقاسات متوفرة وبتقدروا توفروها اوه في بعض الموديلات فيها بيك سايز وبإذن الرحمن السيشن الجاي حنركز على النقطة دي كويس جدا لان طبعا عملاءنا لما شافوا الموديلات وعجباهم ممكن حتى كمان من السيشن الأول نعمل تكرار اللي بيك سايز فيها يعني لو حد عاجب حاجة او عايز حاجة ممكن يطلبها ولا انتو المصنع لا السيشن نفسه هنكرر التكرار ده بيبقى تكرار لما أخلص مثلا موديل معين او كده بعمل تكرار لما لقي عليه طلب كويس بننزل التكرار منه ساعتها بقى انا يعني ايه بنحاول ان احنا هنخدم الجزء اللي اتطلب فيه انا انا طالب او مطلوب مني البيك سايز في الموديل ده ما اتطلبش في الموديل ده اتخلص اخلي الموديل ده فيه زي مسلا هقولك فيه موديل اللي هو الجيب بانطالون الجيب بانطالون الطلب منه وبيك سايز في التكرار فعلا اتعمل بيك سايز اللابس ل120 كيلو يعني براند داشا بياخد بقراء العملاء اللي هم عايزين طبعا هذه اهم حاجة اهم حاجة ويعني المجموعة ما شاء الله كلها تحت قيادة الاستاذ محمد فتحي بتستجيب جدا لرأي العملاء وبتحطها في المقام الاول ده اللي يخلني العميل او ايه انا كعميل اللي يخليني اثق في براند داشا ان انا اكون معاه ان انا افضل مع براند داشا وافضل وثق في منتجاته جميل جدا هقولك احنا زي ما تكلمنا ان الشريحة الكبيرة دلوقتي هي ايه في الونلين تمام طيب انت ما بتنزل محل بتعمل ايه بتاخد القطع بتقسها اوه جميلة لا مش جميلة مظبوطة تمام طب انا كونلين انا ايه اللي هيلفت انتباهي لأنا اللي هيلفت انتباهي اول حاجة تلفت انتباه احنا عندنا اربع محاور بنشتغل عليهم في النقطة دي اول محور اللقطة اول صورة الصورة تلفت انتباهي العميل اول حاجة اول حاجة بيسألها ايه هي هي الصورة على الطبيعة ايه الطبيعة ولا لا هي كده هي صح كده ولا لما اجيشتريها هتبقى حاجة تانية طبعا السؤال ده بيمر يعني على كل الناس كلها واول حاجة بيبقى عندها تخوف ان يشوفوا حاجة وياخذ حاجة تانية بالاخص ان سمعت الونلاين في الاول مكادش تمام بس معنزول البراندات القوية في الونلاين خلت الونلاين وزنه في ال يعني انا قدر نقول دلوقتي ان العميل بيبدأ يشوفوا الصورة والصورة والخامة لما بتوصله هي اللي خلت فيه السفر اوه دي اكيدا النقطة التانية السعر السعر اوه السعر يعني مفيش منافس نهائي للسعر ليه لان انت ما بتمسك الماتيريال للقطعة اول ما تشوفها لأ والله ده تستحبك اكتر من كده تمان كماتيريال وخام طبعا الفنش كمان احنا عندنا مرأبين للجودة يعني القطعة ما بتخرجش كده من المكانة على الفكيس وخلاص لا لا في مراجعة القطعة لا دي تستمت دي ديفول دي تطلع دي كذا شغل بيطلع درجة أولا بيتصدر برا احنا معنا كمان مجموعات صور هيبدأوا يعرضوها معنا هو بس وفي نقطتين كمان مهمين قوي في النقطة دي عندك المصدقية كمان في المقاسات مصدقية طبعا المقاس دي مهمة قوي قوي دي أكبر حاجة أو أكثر حاجة الناس بتبقى متخوفة منها في الشراء الانلاين أنا هشري اونلاين هل المقاس هيكون مناسب ولا لما هيجي مشابه مناسب بتحلوها جدايبا طبعا انت عندك العباية ممكن تبقى عادي مرتاحة جلبية البيت برضو الاستقبال بتبقى أفضل لانها تكون مرتاحة أما الكاجول ده اللي فيه اختلاف أنا ككاجول أحب بريبقى الحاجة مظبوطة تمام في المحل انت بتثبتها بالقياس طب أنا كونلاين علشان العميل ده ياخد القطعة شحن وبعدين يرجعها شحن تاني دي مشكلة وبالأخص لو كان برا مصر كمان يعني فيها تكلفة زيادة على العميل يا إما يخطها زينة في الدولاب ويخليها تمام أنا دلوقتي عندي القطعة مثلا أنا كعميل أنا أعرف أقول إيه يعني إكس ولا لارج ولا ميديوم ولا ولا معظم البنات حبش تقول وزنها ده طبيعي جدا يعني زي ما ما بتحبش تقول سنها كده إحنا قلنا خلق عندك جدول ما أسابت شوفي أنت مأسك ازبطي معك مزورة معك مصدرة حتى أي قياس وشوفي المأس بتاعك مزبوط إيه وشوفي الجدول قدامك واختاري أنت بنفسك المأس ما تخليش حد يختار لك مأسك يعني أنتو عاملين جدول الجدول ده فيه المأسات تقدري كل واحدة تعرف مأسها المناسب إيه من خلال الجدول ده فيجيلها الحاجة مزبوطة يعني أنتو ما بيهيتوش مشاكل إن حد ادايق من أو رجع حاجة بسبب الصيز والله الصيز يبقى على حسبها هي على حسب ما هي طلب هم طلب خطأ غيئة تمام إحنا معنا مجموعة صور هتتعرض معنا علشان الناس ستبدأ تتابع وتشوف مجموعة داشا فاشون معنا برضو هتتعرض دلوقتي نستور معنا على الشاشة حاليا دي موديلات عشرين وعشرين السنة ده الكاجول ممكن برضو تبداي تقول لنا تشرح لنا الصور اللي معنا والموديل ده يعني أنا كرأيي أنا حبا جدا لأنه مختلف يعني إنت عندك فيه نقطة مهمة قوي إن معظم الكاجول منتشر منتشر قوي دي زي ده زي ده فلا هنا نحن عندنا في برند داشا الموديلات مختلفة عن بره يعني أنت هتلاقي نفسك متميزة ومش حاجة مكررة لا لا مش متكررة أنتو بتبدأ وتبتكروا وموديلات جديدة الموديلات مختلفة حتى ده أنت اللي عارف هو درس ولا عارف هو عباية حاجة كده مختلفة جديدة حتى كمان البندا من قدام فيها شغل للبنات حابة تقفلي تقفلي حابة تفتحي على بانطلون للنص الفوق وهكذا يعني مختلفة فعلا ده توليك الجنس جميل جدا يعني ده للرحلات حلوة أول بنات الجامعة شغال كويس أوي ما شاء الله طبعا البنات بيحبوا جدده ويغيروا ويشتغلوا كتير عايزين بيراند رجال والله في الخطة جاية في الخطة جاية ده طبعا ده ما شاء الله جبار جدا ده اللاجيب بانطلون اللي بقولك عليه ده يعني مقاسه من الصيز ميديم سوير لحد ال120 كيلو ده الطونيك ده ما شاء الله برضو يعني جميل جدا ومسمع معظم الموديلات مسمع جدا ما شاء الله عليها موديلات جميلة جدا ونرجع لك تاني نحب نعرب موديلات اللي احنا شايفينها والحاجات اللي احنا شايفينها معانا دي هل موديلات ده شافاشون بتصر بس إن هي خروج ولا بتمشي خروج منسبات خروج بيتي أنا شايف تشكيلة كبيرة فهي ماشي الموديلات بتمشي خروج ولا بتمشيش خروج غير خروج بس لا هي بتمشي كل حاجة يعني طبعا هي مش سوري صريح لكن أنا عندي مناسبة خفيفة معزومة مثلا في فرح مش أنا صاحبة الفرح أو أنا عندي مثلا قطعة شيفون البلوزة الفالونات دي اللي كانت قبلها تشغالة برضو تمشي في كروس توب كروس شيفون ده خطير في المناسبات ومعظم الدرسات تمشي مناسبات تمشي مناسبات وتمشي يعني خروج ومناسبات وقت الصباح عادي وقت المساء عادي ما فيش مشكلة يشتغل كل المناسبات ودي برضو من النقطة اللي كذا حد علق عليها يعني كذا عميل عجبته قوي فكرة إن أنا ممكن أستخدمه كده واستخدمه كده طبعا هي تقدر تخلق لي حاجة زي الدرس ده مثلا ده أنا شايفا يمشي كده ويمشي كده يعني ماشي بالأخص اللون الأسود اللون الانبيتي ده في حوالي 8 ألوان منه 8 ألوان من نفس الدزاين من نفس الدزاين ده فيه ألوان كثيرة برضو يعني ده ده كتعة أنا شايفاها تمشي صوريه بشكل كويس دي عباية يعني العباية دي أحنا عندنا دخلنا في العباية مش حاجة تقليدية لأ عباية بشكل كجول عباية مختلفة شوية سلوبت ده طبعا يعني بناتي جميل جدا ورعينا قوي هو على فكرة فتفاض يعني يلبس يلبس ممكن يلبس للتسعين كيلو اللوه السلوبت ده تمام دي برضو معنا لتا مجموعة كبيرة قوي فأنا عندكم تشكيلة ده برضو دريل جميل جدا والخامات نفسها مريحة جدا جدا في فترة الصيف دي البلوزة البلونات بالتلات ألوان وفي بقى برضو كمان سور تانية ما تعرضتش جميلة جدا ده بقى يخلي الناس تبدأ تتكلم في البيع نظام البيع عند داشة ازاي البيع عندكم نظامه ايه في الانلاين في المحل نظام عندكم احنا زي ما قلت لحضرتك وفي فرعين فرع الحسين في خان عزان في الدور التاني ده خاص بالجملة وفرع بنها برضو خاص بالجملة دي جملة مش الطاعة اه جملة ده جملة تنزيح جملة ومحلات وبالضبط كده تمام فيه في البيتجي بتاعنا ده خاص بالانلاين ما ما لقى هنا طبعا فيه احنا لدينا خمسين او اكتر من خمسين وكيله موزع على مستوى الجمهورية وبر مصر كذا دولة عربية اللي حابب يشوف الشغل بتاعنا يقدر ان هو يتواصل مع الوكيل في بلده في منطقته يعني مثلا كان معايا ثلاثة من الجزائر مبارح او كان معايا ثلاثة من الجزائر بيكلموني بالليل تمام طبعا يعني انا مش معقول علشان قطعة انا هديها لها من هنا ومصر لا انت عندك وكيل ديتها كارت الوكيل تفضلي تواصلي مع الوكيل في بلدك تمام يعني في دولة العربية في وكلاء او في وكلاء للبرندة بالضبط وفي في المحافظات هنا في كل محافظات مصر تقريبا وغير محافظات مصر كمان بقى المناطق نفسها في موزعين بتقدر توصلي البرند بكل سهولة يعني البرند موجود عن طرين موزع موجود عن طريق وعن طرين اونلاين يعني في كلتها حاجات هنقدر نوصله نقدر نوصل لأي موديل جملة او تجزئة موجود موجود احب اعرف منك بقى البرندة بعد اللي وصلتوله وبرندة داشا مين اللي ساعدك مين اللي كان معاك وسندك لقد ما وصلت على مستوى الشغل وعلى مستوى الشخصي والله على مستوى الشغل والاستاذ محمد فتحي قائد الفريق وانا حب اقول قوي كلمة فريق لان حتة الجزء بتاع الفريق هو بيبقى قائم على رؤية احنا كانت رؤيتنا ان احنا نوصل او نأثر على الزوء العام للكاجول دي حقيقية بجد احنا بنوصل ناس عليها مش الهدف المادي لان لو على الهدف المادي يعنيها مش ربح هيكبقى اعلى من كده لانها مش ربح ضعيف علشان تقدر توصل لأكبر قعدة على المستوى الكاجول ومستوى مرتدين الكاجول تمام اكيد لازم تقدمنهم الخدمة بسعر مناسب عشان توصل لهدفك وهدفنا مش الربح المادي مش هو في المقدمة ما فيش حاجة طبعا اسمها ما فيش ربح مادي ولكن هو مش المقدمة احنا المقدمة عندنا ان احنا نكون عندنا تأثير فعال على اللي هما اللي بيحب يلبس كاجول بشكل بشكل يعني انتو اهتميتوا باللبس نفسه بالدزاينات بالاشكال الجديدة وبعدين معلش انا لو استمرت على اني اشتغل على المادية فقط حيبقى كان فيه داشة او فعلا كان لأ احنا مش عايزين كان احنا عايزين ما زال ما زال دي ان انا اقصر على القناع عندك القناعتك ايه بالبراند انت مقتنع ولا لأ هو مقصر فيك لا هو هيقصر فيك هيقصر على الام اللي تحب بنتها تلبس حاجة قيمة كماتوريا الحلوة هيقصر على الاب اللي تحب بنته تمشي بشكل يعني مش ملفت بشكل وحش تمام عايزة تلبسي شيء كجوال ويمشي حتى كمان البنات الخفيفة تمشي برضو معاها يعني احنا مش لبسنا معقد زي ما حضرتك شايف لا فيه شي ميزات في بناتيل فيه شالوبتات فيه دريلات فيه درسات عايز كل الازواء يعني انتوا بتردوا كل الازواء فكان استاذ محمد فاتحي طبعا في ظهرنا كلنا استاذ محمد عيبة صاحب براندل جونا فاشون بستمر بدر مدير فرعبانها وبينك تمع كلنا بظهر بعض كلنا بنساعد بعض كلنا يعني بنحترم بعض جدا ودي بصراحة انا شايفها اكتر حاجة تخلي اي مشروع نجاح يعني نادر نقول براند داشا فاشون اجمع ما بين ما بين السعب ما بين الكاجول والديزاين والشكل الجميل فاجمع ما بين دا وده وان شاء الله ليكم كل التفكيق ان شاء الله بنسبة بقى للجانب الشخصي والله انا احب يعني في كذا حد لنا كتير جدا ليهم تأثير في حياتنا كتير قوي طبعا امي حبيبتي ربنا يكرمها يا رب من دعوتها اظن احنا مش هنقدر نمشي خطوة من غير دعوتها دي حقيقة فعلا كانت اكبر داعم لنا وامي التانية ماما سوسو والله بجد دعوتها بس كده سبق كلامها ربنا يبارك فيها ويديها الصحة وبابا يا بدر ربنا يبارك له بحنيته اللي ما ليعنيه اصلا بيعرفش يقول انا بحب حد بيعرفش يقول انا بحبك بس يعنيت تتكلم طبعا ولادي بناتي طقا ونور وهمس اللي احنا مقصرين في حقهم كتير جدا ومستحمل لنا قوي يا ربنا بارك المفروض ان انا اقول جوزي بس انا لو قلت جوزي داعم ليا انا كده بظلمه لانه هو على المساواة ويمكن يسبقني بخطوة او يعني فكرته في الاول معظم افكاره يعني ما شاء الله انا ورق شاهمني فانا انا اقول هو داعم انا كده بظلمه لأ هو مش داعم احنا الاتنين داعمين لبعض بس هو على المساواة معين ولكن هو طبعا الظهور بيبقى طبعا للمرأة في الكاجوة لان التعامل بيبقى بيبقى داعم او والمجموعة كلها ما شاء الله كلنا داعمين لبعض الحمد لله او سيد شايمان حسن كنت معنا النهاردة عرفنا داشا عرفنا عنه حاجات كتير شفنا الموديلات عرفنا الناس اكتر ليكم جمهور وناس متابعينكم كبيرة جدا ان شاء الله نشوفكم دايما ونشوفكم في تقلق على طول كنت معنا في بيت عبدو الشيما لسه معنا تقرير عن داشا فاشون اتمنى تقرير ونشوفونا في الحلقة الجاية في بيت عبدو الشيما اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة